مستمرين معكم مشاهدينا بفقرات ليلة الكويت طبعا تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير بلاد الشيخ صباح لحمد الجابر الصباح فض الله ورعاه نظمت جمعية العلاقات العامة الكويتية جائزة العلاقات العامة وخدمة العملاء في شهر مارس الماضي عبدالله وزعت جوائز على عدة مؤسسات حكومية ومؤسسات خاصة شنو هالي الجوائز شنو الجمعية شنو دور العلاقات العامة في المجتمع ومن فاز بجوائز العلاقات العامة لخدمة المجتمع أنا جاوب لإجابة طبعا عن هذه التساؤلات يسعدنا أول شيء أن نرحب برئيس مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة الأستاذ جمال النصر الله وأمين سر جمعية العلاقات العامة الكويتية الأستاذ مزيد المعوش شرجي مساكم الله الخير نورتونا في الالك مساكم الله شكرا لكم على المقدمة بداية نحن بس عشان جمعية العلاقات العامة لو نعرف مشاهديننا عن دور وأهمية العلاقات العامة في المجتمع لأن كثير في ناس فاهمين المعنى الحقيقي لدور البي ار أو البابليك ريليشن العلاقات العامة ما هو مهم ياريت لو تعرفونا بالضبط شنو أهمية هذا الدور جمال جمال لك شي نمسيكم بالخير نمسي على مشاهديننا مفهوم العلاقات العامة من اسمها هي دور الشخص باتصال مع أفراد أو أشخاص أخرى وإحنا تاريخيا يعني الكويت معروفة تاريخيا إحنا نعمل علاقات عامة حتى في قعداتنا في دواويننا في سفراتنا برا الكويت من الأزل لها تاريخ طويل وكبير في الكويت العلاقات العامة بس هي تطورت مع تطور شكل علمي أكثر علمي أكثر واليوم صارت تدرس وصار لها معايير معينة ومفاهيم معينة عشان تكون في هذا الدور والتعامل مع الأشخاص إن كان من ناحية سياسية من ناحية اقتصادية من ناحية حتى اجتماعية اليوم دورك حتى أنت يعني شخص موظفة العلاقات عامة مشكلتا أنه 24 ساعة شغله مدام هو صاح 24 ساعة وتلفونه ما يسكن وتواصل مع الكلب وتواصل مع الكلب ما يقدر خلى أحد بالعكس ولازم تكون إيجابي مع الناس يعني أنت عليك دور أنك تنقل الدور الإيجابي فهذا مفهوم بسيط وعلى راتهم الشئب أو يعني المبسط حق يعني دور الألاقات العامة وشيء مهم اليوم اليوم في أوروبا أو في أمريكا مؤسسات القطاع الخاص في الألاقات العامة في رخص أو أعفهم في شركات خاصة للألاقات العامة تقوم في دور كبير يختلف عن دور الإعلامي فقط نستعين بالإعلام نستعين بالميديا بس دور الألاقات العامة غير هي على راتهم المفتاح هي أساس كل شيء المفتاح لأي مؤسسة واجهة لأي مؤسسة في مؤسسة قطاع خاص أو قطاع حكومي داماً احنا تكلمنا عن قطاع خاص وقطاع حكومي بس المزيد طبعاً تلافز بين القطاعين الحكومي والخاص بخدمة العملاء أو الزبائن نبني نعرف لأي درجة مثل هذا الموضوع اكتشفته أن يشغل هذه المؤسسات فعلاً بالضبط نحن من خلال الجائزة الكويت للألاقات العامة اللي نحب أن نشكر بالبداية صاحب السمو على رعايته للنسخة الثانية لهذه الحملة نحب أن نشرك القطاع الحكومي مع القطاع الخاص من خلال هذه الجائزة من خلال المنافسة من القطاعات الحكومية المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة تدري يمكن المؤسسات الخاصة نوع عمار ربحية فهيهمها خدمة العملاء تسمع لل يمكن يعني الزبائن بشكل أقرب أم المؤسسات الحكومية يمكن يعني بحكم البريقراطية بحكم يعني القرار فيها يختلف عن المؤسسات الخاصة صار فيه تنافس بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومن خلال هذه الجائزة فشيفنا أكثر من عشر قطاعات تقسمت الجائزة الأكثر من 10 قطاعات والحمد لله كان صداهوالي طيب طبعا قطاعات خاصة دائما فائزة لا في قطاعات حكومية في قطاعات خاصة هي دورها كجائزة فيها هي تقسم لتقريبا 10 قطاعات يعني اليوم قطاع حكومي هذا الجزء منها كل قطاع تقريبا من 4 إلى 5 جوائز 5 جوائز يعني مثلا عندك قطاع حكومي قطاع البنوك قطاع الأقاري قطاع شركات الاتصالات قطاع طيران أيضا قطاع طيران قطاع الغذائي قطاع الفنادق نحن قاعدنا نحاول نخلق تنافس في خدمة الأميل أو خدمة الزبون ومتطلباتها فهذا الشيء الحمد لله فضل من الله يعني حطى صدا يعني وايد كبير طبعا يعني برعاية سامية من حضرة صاحب السمو من البلاد حفظ الله وراءه كذلك الوعي لأهمية هذا الدول الفكرة حتى إحنا بحياتنا اليومية يعني صرنا لازم تهتم في لباغتك وسلوبك بالكلمات بطبعا بير صاحب دواويين خلال التواصل للشماع مع الناس طيب قدمت عدة جوائز يعني لجهات نبينعرف شنو هذه الجوائز وشنو الجهات اللي حصلت واللي فازت على هذه الجوائز طبعا أعتقد هي ممكن أكثر من يعني أكثر من أربعين جهة فازت لأن كل قطاع يعني فيه تقريبا من أربع إلى خمس جوائز منهم جمال منهم الجهات هذه منهم الجهات الجهات اللي فازت طبعا خلينا نتحدث عن قطاع الحكومي فازت وزارة داخلية كسوشيال ميديا كأفضل سوشيال ميديا وتأمينات اجتماعية تأمينات اجتماعية كخدمة عملاء أخوانا في وزارة الأوقاف في كويبسايت عندهم كمبادرين لمبادرات لأفن دائما اللقاف نشوف حتى علاناتهم دائما في الشوارع في التلفزيون حتى في السوشيال ميديا بالعكس مبادرين جيدين طبعا فتع الخاص مكان لدور لا أكيد البنوك طبعا الأخوان في بنق الوطني حصلوا على تقريبا أكثر من ثلاث جوائز الأخوان في بيت التمويل الكويتي جائزة أو جائزتين بنق الخليج طب شمي جوائزهم كانت؟ جوائزهم هو جائزة تقديرية وهي أن تضعف لهم كمؤسسة حق السي في معلوم ساعد أن هي الفكرة الجائزة الكذا كويتية خاصة باسم صاحب السمو يعني حضر صاحب السمو طبعا هو ستار أو نجمة اللي تستعمل أن هذا الشخص أو هذه المؤسسة مميزة في هذا الشيء طب أنا يهمني إن شاء الله عرفها أنت لما عرفت لي قبل شوي عن أهمية دور العلاقات العامة أين العامة؟ يمكن لكويت هم تحرير الكويت من ناس وايد ما يدرون أنك جاء من خلال عقد مع شركة علاقات العامة اللي هي هيلان نولتن فمن خلال شعر فري كويت صار في حشد كبير بالإعلام والكونغرس أولا ومن ثم إلى الأمم المتحدة وصار في يعني يمكن ساهم العلاقات العامة ناس كثير ما يعرفون هاي المعلومات يعني هاي بين مش كثير مهمة هذه كرقستي وناس تخلط بين العلاقات العامة والتسويق والدعاء إعلام هي كلها أدوات تحت العلاقات العامة نزيم مزيد جمعيتكم طبعا أنتم جمعية نفع عام لأننا نعرف شو الهدف حقيقي منها شو اللي كنت تتابونه ولكن نعرف شنو كانت يعني شنو حققت النجاحات منذ نشأت هذه الجمعية والله الجمعية انشئت في 2006 نحن ممكن مجلسي داريدي نمكسر لنا أربع سنوات ونشكر طبعا المؤسسيين ونقدر دورهم ولا زالوا عدد كبير منهم من الناس المستشارين أو عضاء فخرين للجمعية فعندنا خطة مثل ما تفضلت ممكن مساء أن دور العلاقات العامة عدد كبير من الناس ما يدرون شو دور العلاقات العامة يمكن يفتكر أنه شيء معين أو خدمات أو شيء ممكن مثل ما قلنا مساء عن الكويتي في شكل العام علاقات عامة من خلال الدووي من خلال التواصل من خلال هذا بس نحن يمكن كمجلسي دارة ركزنا أن يكون لنا دور إيجابي من خلال النشر الإيجابية من خلال أدواتنا في العلاقات العامة من خلال وسائل التواصل من خلال الوسائل الإعلامية المتاحة فيه يمكن أول شيء نعرف الناس بالعلاقات العامة وشلون ممكن ننشر صورة إيجابية لدولتنا الكويتي يعني بأفضل طرق عندنا عقود طبعا مع جهات حكومية وجهات خاصة ممكن نحرص على تحسين صورة المؤسسية من خلال يمكن يعد العلاقات العامة لك شون تحسين صورة المؤسسية لمؤسسة أو جهة حكومية أو ما يحتاج معروف مزيد بالعلاقات العامة حتى عندك بك العلاقة مع الفنانين أنت المنتج صح قلنا هذا إن شاء الله شون في عندك أعمال إن شاء الله قريبة والله نسبق يمكن سوينا أعمال كبيرة مثل أسل جزيرة أو أخو مريم رتب لي عمل كبير مع ملس الوزر ومع حتى مباركة من الناس في ديوان الأميري لإجازة الناس عندنا عمل كبير راح يكون إن شاء الله رمضان الغادم يعني سخصة حياة شخصية نسخل فيها بلكبات إن شاء الله جمال كلمة خير راح تودعها قبل ما نختب والله إحنا بالعكس شكري لكم نتمنى أن وعي دور الألقات العامة في مجتمعنا يزيد هذا دوركم كجمعية إن شاء الله بإذن الله إحنا قاعد ننقل رسائل في هذا بيسجلكم على بعد يوم ونتمنى أن نحن يعني نوصل لخارج حدود دولتنا الكويت في الأيام القادمة مثل ما إحنا قاعد نكتسب ونوصل بجوائز وب مناصب شرفية خارج الكويت الألقات العامة لها دور كبير في هذا أحنا نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله ويعطيكم العافية ونورتونا بلالي الكويت شكرا لكم نحن طبعا فقرة زميلتنا طبعا لولو كلنا نضرين لولو لولو لايف استاقل خلنشوفوها بعد قليل يلا